بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء أعزائي الكرام حلقة جديدة من برنامج نشط مع ماري اسمحولي أن أنا أنقل الميكروفون لمضيفتي الجميلة الفنانة إيميل بحير زاكي إيميل أول الحمد لله تمام مساء الخير نورتونا في برنامج نشط مع ماري النهاردة حلقة هتتكلم عن أكتر مكان المرأة بتكون موجودة في مملكة المرأة المطبخ أنا عايز أقول أنه أكتر مكان موجود فيه كل ستات العالم مش المصريات بس لأن إحنا فيه معتقد كده أن الستة المصرية بس هي لمملكاتها المطبخ لا كل الدنيا مملكاتها المطبخ نعم عندنا إحنا بنقضي أكتر وقت في المطبخ ستات مصرية عموما يعني آآ طبيعي طبيعي الستة المصرية ستة مضحية دي حقيقة على فكرة الستة المصرية هي من وجهة نظر أنا هي الأيكون بتاع النساء لأن هي جمالها زائد زيها زائد خفة دمها على بعضها كده بتبقى ملهاش زي أنا دي عموك تلاقي مثلا فيه جنسيات تانية جميلة جدا بس خفة الدم المصرية تغلب طويلة مثلا قوامها معرفش إيه لكن المصرية برضو المصرية الستة المصرية مصرية ومش عشان أنا مصري ومش عشان طبعا أمي وإخواتي وولادي وبناتي ومراتي لا خالص خالص مش خايفة أو ممراتي أو شقاوية لكن دي حيئة دي حيئة وعشان كده هلنتكلم نهارده عن مطابق أوكي قبل ما نبدأ حلقتنا عايزينكم تتابعونا كل سبت على قناة الصحة والجميل وطابعونا كمان على الصفحة على الفيسبوك صفحة ناشط مع ماري مكتوبة بالعربي مكتوبة بالعربي أوكي وكمان ممكن نعمل سيرش على اليوتيوب برضو البرنامج بننزل حلقاته على اليوتيوب وبننزله مباشر على الصفحة ساعة 12 بالضبط ونبدأ حلقتنا بقى عن المطبخ يلا بينا هم بتجهز لنا الصور كمان همت وهتنزل الصور وهنقول أحلى كلام دلوقتي قولي اللي بقى تحب نعرف يعمل مطابخ ولا نتكلم عنه في الأول أول حاجة أنا عايزة أعرف أنواع المطابخ عشان في لغباتة كتير في أسامي ومسميات آه لا لا ده 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 مش هزولك يعني إحنا في مصر بنشبط في اسم وانتنينا إيه بنجري وراه طيب أول حاجة المطابخ بتتقسم بناء على الطبيخ اللي بتأدي فأكيد الأكل اللي بيأكله الطلينة الأكل اللي بيأكله الطلينة مش ذلك اللي بيأكلوه الروس مش ذلك اللي بيأكلوه الإنجليز مش ذلك اللي احنا بنأكلوها كذا فبالتبعية شكل المطبخ بيفرق الأوروبيين بشكل عام بيعملوا مطبخ مفتوح المطبخ المفتوح ده بس مش أمريكان كاتشين بجد؟ ها والله ما سوش أمريكا كتشين هتولوا عمرنا عارفين أن المطبخ المفتوح ده اسمه أمريكا لا لا الأمريكا كتشين هو المطبخ الأيلاند اللي فيه جزيرة في النص ده بقى في الصور وإحنا أنا ممكن أن نتكلم بالصور التي موجودة برضه لأنها هتطلع صور فهنا أقول لكم هي دي الجزيرة نعم المطبخ فيه جزيرة في النص وعرف لفة حواليه من كل الاتجاهات ده هو ده المطبخ الأمريكي مفتوح بقى على الصالة مش مفتوح على الصالة مش هي دي المشكلة لكن هو لازم يبقى فيه جزيرة كده في النص الجزيرة اللي في النص دي فيها الحوط وفيها البوتاجاز أو ممكن يبقى الحوط أو فيها البوتاجاز أو فيها سيتنج إيريا في بعض المطابخ تمام؟ لكن المطبخ اللي مفتوح على طول منه للمناولة ده ده مطبخ إطالي علومة جديدة أول مرة أسمعها طول عمرنا عارفين أنه مفتوح ده الأمريكي دايما ومن أهم المطابخ أو الصور يعني ده مثلا نعرض بقى الصور احنا عايزين نفرج الناس بس عشان احنا الصور اللي هنتكلم عليها لسه من الوقت ده مثلا آيلان داي عامل جزء آيلاند تجهيز بريبيرنج إيريا وحواليها شوية كراسي ممكن بقى تروح مجهزة ومدياله اللي يفترواه بتاعه بس ده محتاج مطبخ تكون حجمه كبير شوية أو نفتح بقى مطبخ على الصالة بلاش المطبخ ده بقى باب ومقفول زي ما احنا بتعودي ليه ما نفتحوش على الصالة يعني احنا معانا شوية صورة واتفرج عليهم طيب أنا واحدة من الناس مثلا مطبخي صغير يعني ازاي أعمل الديزاينات دي والله هعملين حسابنا أنا على فكرة مطبخي أنا كبير تمام المطبخ اللي عندي في البداية بس أنا بقابل المشكلة دي كتير جدا المطبخ صغير لو سمحتوا يا مهندسين يا معمريين يا ناس يا اللي بتصمموا لو سمحتوا المطبخ ده حاجة مهمة جدا الست بتقعد في المطبخ وقت طويل لانها بتصحى تحضر الفطر وبالكده تحضر الغداء وبالكده تحضر العشاء وبالكده تروح تجيب صح دون فرصة ما شوية فمش معقولة وعشان كده لو سمحتوا البرنامج ده معمول عشان الناس تعرف قيمة المهندس المعمالي فيه كائن حي مخلوق ربنا خلقه اسمه المهندس المعمالي هو مخلوق ودارس علشان انت تبقى عارف او هو عارف ايه اللي هيعملهو لك هيعملك مطبخ هيعملك أعملك بصي يا بقى المطابخ برضو ده آيلاند يعني ده مطبخ جزيرة هو مستغل جزء منه ادراه وبتاعه وهكذا ومستغل جزء تاني للقعاية الصور العشرة لما تخلص قولي والنبي يا كمال عشان بس ايه حبيبي طبعا كمال هو اللي معاي على الاربيس صديق العزيز ومريز تحدي البرنامج بصي المطبخ ده إالي شيب وانا حابب ان انا ورى الناس ان فيه مطبخ بيضة لان فيه ناس كتيرة بترفض فكرة المطبخ بقى بعض احنا قبل كده فيه فيه في الدزاين كده حاجة اسمها وايت اه بصواب يحتاج فعلا مجهود كبير في التنظيف عشان اطفال كتير بيخشوا المطبخ برضو هو لو يسلم بقى لأولوين وكمان تبقى مشكلة كبيرة بس خلينا ده الناس عندهم اولاد كبار شوي مش هحصل حاجة ده المطبخ ده ايلاند في نصة وجزيرة في نصة هو وحواليه وحدات المطبخ والجزء اللي فوق من المطبخ هتلاقوه عامل فيه في بعض الاحيان ارفف مش لازم وحدة فوق يعني مش الصورة التقليدية بتاعت المطابخ هات كده عم كمال قولنا تاني اه لا استنى بقى استنى بقى عشان دي هتبع دي كده في الصور اللي بعد كده دي بقى دي مش وقتها خالص دي دي هنقول للناس ان لما تيجي تعمل مطبخ لازم الوحدة اللي تحت يا امي تبقى على الارتفاع مناسب ان انت وانت وقفة تبقى مادة ايدك مبسوطة ايدك كده مش ولا موطيها ولا حاجة فلازم هتقيسي ارتفاعك انت لها مقاس استاندار اه لان معظم المصريات طول بعض بس لوحدة طويلة اكتر يعني انا مثلا عملت عند عملة هما ما شاء الله طوال هو العيب سلة وزغطه طويلة اه وانت طويل لأ انت من نسبالها مش طويلة خالص هما كده اه فالوحدة لستاندارد سين سنتي احنا كنا عملينها متر وخمسة لان هو ده اللي مناسب ليه هي طويلة صح الوحدة اللي فوق منفعش احطها هنا يعني انا بقى واقف كده والوحدة اللي فوق كده ما دي هتدايقني وانا مطبخة لكن لازم تبقى فوق شوية كده مفروض فعلا لما يجوا يعملوا دوزاين انه مثلا الاتنين متجاوزين او اتنين بيبدأ حياتهم او بيتهم عموما مفروض ياخدوا فعلا مقاساتهم وعلى اساس كده ببقى في راحة اه اه صحيح في عندنا برضو من ضمن المطابق انا عايز اقول لك الحاجة التي افتقرتها هو المطبخ الالماني الالمان الجنس الاري كله اللي هو الالمان والروس والفلندين والناس اللي حجامهم ضخمة دي بيأكلوا كتير فهو بيعمل الليفنج بتاعه جوا المطبخ يعني الزون اللي هو برضو احنا عمدناش منه كتير في مصر ده مع الاسف يعني بيبقى جوا المطبخ هم بيبقى عشين جوا المطبخ تدخلي جوا المطبخ تلاقي الحمام تدخلي تخسي لقديكي واخد بلابالك تطلع تلاقي ترابيزة صفرة يمكن لو صفرة هتطلع ولا حاجة هتطلع معانا هقول له هتبقى بينه وبعد كده تلاقي جزء المطبخ وراه وبعد كده المطبخ بقى وراه مقسمة المطبخ بتاعه وراه تعرفت نهوي الأولاد قوضة كبيرة وساعاتي يعبوا عاملين فيه جزء ليفنج ليفنج فعلا يعني وعاملين فيه انتريهات وكانب وبتاعه وتفرجوا على التلفزيون الروس كلهم كده مو عظم الروس كده هم بيأكلوا كتير جدا لان هو أولا هو هو ضخم فبيأكل كتير بلادهم برد فبيأكل كتير جدا كذلك برضو الألمان والسويديين البلاد دي يعني مطبخ أمريكاني بتتقلع على ايه بالزبط المطبخ الأمريكاني هو المطبخ الايلاند اللي فيه جزيرة في النص هو ده المطبخ الأمريكان بس أي حاجة مفتوحة وبينير دي مش مطبخ أمريكاني خالص وعلى فكرة الفتحة بتفرق بقى من مطبخ للتاني يعني مثلا الطلينة بيعملوا مكارنات وبيتزة وحاجات كتير تمام مكارنات وبيتزة وحاجات كتير فهي عنده فرن فعنده جنب من الحتة المقفولة يعني لو عنده حتة مفتوحة كده عنده جنب هو عم قفلها بحوالي متر كده قفلها عشان يحطه وراها الفرن بتاع البيتزا مثلا الانجليز اكلهم كله سوتيهات وحاجات كده اكلهم يعني اعتبر اقل مطبخ فلكون هو المطبخ الانجليزي في حلوة الاكل المصري فمطبخهم عادي يعني مفتوح ما احنا لازم نهتم بالمطبخ المصري لا مهتمين به على فكرة والمطبخ المصري مطبخ قوي جدا على فكرة احنا عندنا في الفلاحين كنت تلاقي في البيت فيه تحت المقعد تلاقي الفرن فرن العيش الطين بتاع زمان ده احنا دلوقتي تحضرنا احنا ندخلين على عشرين وعشرين يعني محتاجين ديزاين يكون متحضر مقردان باللي احنا بنشوفهم طب بمناسبة التحضر هو انت حضرتك عينيكي شبع عينين السيدة حواء ولا لأ منخيرك شبع منخير السيدة حواء احكيد شبعت احكيد شبعت صحابي عنا شبه صحابي عنا سيدنا ادم يعني انا اه ملامحي مختلف عنه بس عندي ايدين فين يعني ما فيش تحضر هو ما لو كان فيه تحضر كان الليسان تطور لكن هو نفس الرجلين وهو نفس البطن وهو نفس كل حاجة فمش معنى ان انا حيكون عندي حاجة قديمة ان انا طورها ان انا كده مش متحضر لا انا هجيب نفس الفكر اللي انا شغال فيه في البيت المصري عندي منطقة لازم تبقى منطقة طاهي هما الفرعنة كانوا بعملوا كرة مخزن للصوامع مخزن صوامع اللي هو فيه الغلة والامح والكلام ده تمام وليسا الصاعدة بعملوا الكشك والحاجات ديت منه ويراح ياخده منه ويحطه في المطبخ يخبزه ويعملوا المصريين على فكرة احنا محصلناش ازمات عيش وازمات الكلام ده غير لما بطلنا نخبز غير لما بطلنا ان احنا نبقى مصريين احنا عندنا ثقافة ثرية طبعا قوية لكن احنا اللي اهملنا ده واهملنا تصميمات بيوتنا قولي بقى عايزة قولي تاني لأ يا معلومة جديدة جدا من نسبالي حوار المطبخ الامريكاني ده يعني انا واحدة من الناس وروانا الصور بس بتاعت الصورتين اللي بعد كده لو ما فيهم مطبخ الالماني نورد الناس عليهم لان ده مطبخ بيعجبني انا شخصيا جدا بيستهوينا جهزهم ماشي ماشي بيجهزوهم مويا طيب احنا قلنا خلاص معلومة المطبخ الامريكاني ديت لو سمعت يا جماعة محدش يقول لنا شخصيا عايز مطبخ الامريكاني الفتحة المناولة دي مش مطبخ الامريكاني عشان بس نبقى عارفين المعلومة دي لا دي معلومة فعلا كانت غلط جدا وكويس ان انت فهمتنا برضو الصحة لانها مفاهيم تقريبا منتشر عند ناس كتير جدا كانوا فاهمين ان المطبخ الامريكاني اي مطبخ مفتوح ايه 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 في حاجة انا عايز اقولها احنا المصريين بشكل عام عندنا مشكلة في المصطلحات من ضمن الحاجات اللي هنقولها مثلا انا عايز اعمل ألموتال دي انا بالكهرب بحس ان حد رحمت سفرشت وكهربت حصل لي كده بالزبط ليه بقى لان هو ما اسموش ألموتال ألموتال دي شركة فرنساوية بتعمل قطاعات ألمونيوم فهي اسمها اعمال الألمونيوم شبابيك ألمونيوم كريتال بتعملها بقى شركة اسمها ألموتال بتعملها شركة السعد بيعملها شريفة علي حسن بيعملها اي حد بيقى في قطاع ألمونيوم بس وفيه ناس بقى بتجود فما تقولش ألمونيوم بتقول ألمونتال فدي حاجة بالنسبالي اسمها صحة ايه اسمها صحة أعمال الألمونيوم أعمال الألمونيوم اسمها أعمال الألمونيوم شبابيك ألمونيوم ممكن اقولها بقى بالمصر ألمونيا بيمشي الحال فيهاش مشكلة انما ألمونتال دي ازاي دي كلنا بنقول ألمونتال والله شركة شركة فرنسية عم تجد الألمونيوم حولته الكرتال ما هو الألمونيوم المعدن ده بيبقى كرتال يعني بيبقى قوي يعني مثلا بيبقى زي الحلال طريق جيبسون بورد ليه جيبسون يعني مش فعل جيبسون بورد ألواح جبسية ما تبقاش جيبسون واتبقاش جيبسيوم يعني أنا معرفش يعني في بيتشار بيقول في المصرحية بتاعة ليلى بيقول شاتن بلا قلب يداونني بها فكيف يداو القلب ملا له قلب واحد ما بيعرفش المصطلحات الهندسية بيتت بيجيبش طابلك إزاي أنا مش عايزك تجيل أنا على الفكرة ما قصدش أنت تجيل أنا والله ما قصدش أقلل من حد أي مهندس مع ماري يكون فاهم على أقل في الشغل لازم يبقى عندنا الحد الأدنى والله العظيم أنا بقعد مع أجانب بكلامهم في التشتباط الناس فاهمة وعرفة كل حاجة الناس عارفة تكلمهم عندهم المصريين لازم يبقى عندنا احنا كمان الوعي ده طبعا لازم طيب هات بقى الصور بتاعة المطبخ يلا هيدخلونا في الصور بتاعة المطبخ إيمي نتكلم عنها الصور اللي احنا ناردها دي هنتكلم فيها عن تصميم المطبخ وممكن نتكلم عن أشكال المطبخ على حسب الصور بقى أنا معايش الريموت عايزة أقلب كده وأطلع على الصور بس معايش الريموت شوفتي بقى ده ده اسمه مسلس الطهي ده كده اسمه ايه؟ مسلس الطهي عملتي مطبخك يو لونج عملتي يو شورت عملتي إل والحتة في جنب الحيطة عملتي إل وعلى خمسة واربين عملتي إل بس عملتي إل والحتة في آيلاند أي مكان لازم تحقق أي حاجة اسمها مسلس الطهي اللي هو العلاقة ما بين البتجاز والحوض والتلاجة لازم تبقى مسلس بالدراسات وبالأراء هو ده أفضل الأوضاع اللي ممكن أي حد يعملها أنت بقى مطبخك فيه أنا مطبخي أكيد أريد في كل تجهيزات والحاجات بتاعة المطبخ مسلس الطهي ده متوفق أخ 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 يعني باب النجار وأنا اسمحة مسعد النجار وباب النجار مخلع لا لازم أول حاجة تعملها تيجي تعملي خلاص أنا أتعمل مش أمريكاني بقى لا لا مش هنعمله أمريكاني حسب المطبخ بتاعةك لو صغير في الصور هوريكي مطبخ حالي طيب ده مسلس الطهي معدى المطبخ الإيطالي هو المطبخ الوحيد اللي ممكن يبقى فيه الحوض والبتجاز جنب بعض لأنه بيعمله مكارونات وبسطة كتير الطلينة بيعمله مكارونات وبسطة كتير إحنا نخلينا في المطبخ الإيطالي آه ليه بقى بيعمله مكارونات وبسطة؟ عشان البيتزة تأخذ من البتجاز أوكي وتصفي المكارونا فيبقى البتجاز والبريبين من بعض بس المشكلة في حاجة برضو يا أحمد يعني إحنا درما تيجي مثلا تشغل المية أو تيجي تستخدم الحوض ممكن ده يكون فيه مشكلة للبتجاز الميت تبقى قريبة؟ نعم للبتجاز وجنبهم وحدة ولتكن الزياتة 45 سنتي وبعد كده صفيت الحوض والحوض هتلاقي نفس البيتة عنه 20 سنتي هي مقاسات بقى أفدود أن هي فعلا تبقى مقاسات أن مهندس المعماري بيبقى فاهم عن عن أي حد أنا ممكن أروح أقوله تعالي أعملي لمطبخين وجهة نظري أنا بقى أن اللي عمل ده مهندس اللي عمل ده وقعد يدرسه مهندس احتكب مين راحت مجموعة من المهندسين عشان تدرس مصر الحركة ده ومعدة كترة العظم عظامه ده بجد على فكرة الكلام ده ومبادئوا يعملوا درستهم هو أنا عايزة في حاجة في العمارة كده اسمها العلاقة العلاقة المباشرة والعلاقة الغير مباشرة وهكذا أنا عاوز يعني مثلا مدخل البيت علاقته إيه بالمطبخ والمطبخ خلقته إيه بالمعيشة والمعيشة علاقتها إيه بالنوم والنوم علاقته إيه بالضيوف والضيوف علاقتهم إيه بال كذلك أنا إيه اللي أنا محتاجه دايما أتحرق له أروح التلاجة أروح أجيب حاجة أخسلها يبنى على الحوض وبعد كده من الحوض على البوتاجاز وبعد كده من البوتاجاز هاخد البوائق أحطها فأنا محتاج ده ما صار الحركة بتاعي من التلاجة أطلع الحاجات اللي احنا مثلا متبلنا وحطناها في التلاجة عشان تتقبل أروح واخدها من التلاجة على البتجاز ففي الاتجاه ده المكارونة على الحوض ففي الاتجاه ده من التلاجة للحوض وبالحوض وهكذا فلازم يبقى مثلث معادة عند الطلينة شوية زي ما قلتلك أن الطلينة بيأخذ من الحوض موظم أكلهم مكارونة ويمكن ده حاجة معروفة ده القطاع اللي احنا قلنا عليه شوف بقى لو في حاجة تانية كده عام كمال آه لا لا دي هنا بقى بيقولك أن في أفكار لتصميم المطبخ زي ما قلتها ممكن عمله لو المطبخ بقى صغير ممكن عمله خط شريط طويل أحطهم جنب بعض تمام أرتبهم إزاي حسب أنا بعمل إيه كل رب البيت لو سمحت تقول مع نفسها كده تفكر أنا بطبخ إيه أنا ستة مصريا بناء أكلنا معظمه إيه رز ومثلا مكارونة وخضار وهكذا فأنا محتاج إيه ولحمة يا سلامة لا ولو حد بقى بيحب المحشي يا سيدي يجيبونا حاجة صغيرة آه 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 ده فده معنات عايزة حياتة بريبيرنج تمام الستة المصرية عادة بتاخد المحشي تعمله في المعيشة ويعرف تفرج على المسلسل الهندي آه يعملوا لنا مطبخ في قط النور آه آه فعشان جده لو سمحتوا الناس اللي بتفكر في الدلزان اللي بتفكر في علم الاجتماع احنا نتكلم مرة كده على علاقة علم الاجتماع بالعمارة لازم ننزل للمصريين نسألهم ونعرف منهم يا جماعة والله إيه رأيكم انت بتطبخي انت بتطبخي إزاي هتقول لك والله يا ابن أنا بعمل كذا طيب أنا هعمل المعيشة جنب المطبخ ممكن هعمل المعيشة مفتوحة مفتوحة ولا هصلحنا بنقلي والريحة بتطلع فيه حشفط حاجات حديثة جدا لأ وحتى كمان يعني مفروض ان احنا نوسع مع المطبخ لان انا واحدة من الناس مطبخي صغير كان عندي مشكلة حط يعني الشفطات دي فين وافتحوا المطبخ لو سمحتوا على الصالة كبروا البيت افتحوا خلوا الدنيا مفتوحة كده خلوا الدنيا براحة حتى يبقى فرصة انا ممكن اعمل مثلا الكراسي اللي بتتحطى لو انا ما عنديش مساحة انا اعمل صفرة وممكن اعمل الكراسي دي وااكل على الرخيم يا سلام يبقى نزيز جدا احلى حاجة ونقض نفتر الصبح ومعملش مساحة اه ونفتر الصبح وعرف اقول لمراتي صباح الخير يا حبيبتي يقول ليه صباح الخير يا حبيبي حاجة جميلة جدا والاولاد تفطروا لا في ربا ياعم كمال بقول لك انت دي كتوعد معنا ايه رأيك كتوعد معنا ياعم على فكرة بصي اش عايزة اقولك والله والله طبعا انا بشكر كل اللي ورا الكاميرا على فكرة والله اشكره بكله ومشكر الناس اللي جوا خالص الناس هنا بيتعاملوا معنا فيه كمية حب كبيرة انا اشكركم بكلكم خلاص خالص جدا والله الناس على فكرة حس ان احنا فعلا دايما مع بعض يعني وده احساس كويس وقناة الصحة الجميل طبعا جميل انا بحبها صحيح طيب صور بقى دي برضو دي برضو لا هاته هاته دي جامدة جدا دي هاته هاته الصورة دي جامدة جدا خاطر دي انا مستنى دي اقول احلى كلام دلوقتي ايوة هو ده بقى بشكل عام المفهوم بتاع تصميم المطبخ المطبخ بتاع اي حد مش هيطلع عن الصورة الاولانية والصورة دي انها هعمله حرف يو مقسوم نصين ساعات بيعمله ممر كده في النص عشان خاطر هو عامل جزء ورا هنا معيشة وجزء ورا هنا تاني معيشة والمطبخ في نصهم وساعات بيبقى عامل حرف يو لان انا هدخل من ناحية وفتح كله على الصالة شايفين الصورة اللي على اخر واحدة فوق على اليمين ديت اول واحدة فوق على اليمين هوريكوا بعض نمازج برضو الحاجات كويسة جدا جدا يعني طيب انا بقى في سؤال عايزة اسأله نفسي التصميم ده بتاع المطبخ التصميم بتاع العربية التصميم بتاع الكرت كلمة تصميم محتاج ايه محتاجة مصنب الله الفاشون اللي حضرتك من اشهر نجوم مصمم ازياء حلو مفروض اي حد مش فيه ناس ممكن تروحيله دايقلك بانطلوني دايقلك تشاكت وكده ده طبيعي صح بس هل ده خلاه مصمم ولا المصمم ده زي هان البحيري وزي الناس الكبيرة دي درس وعنده موهبة وا 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 هي كلها على بعضها دراسة مع موهبة انما موهبة لوحدها من غير ما ادرس وابقى عارفة مثلا ان ايه ينفع مع ايه بالقلم والمصطرة لا انا شايفة لازم مصمم لازم لازم حد يكون دارس اه يبقى صمحت لما تعمل مطبخ لازم تروح لمصمم يصمم لك المطبخ ليه لازم يصمم لك المطبخ عشان كل المعلومات اللي نبقى لها دي وانت لما تيجي اهو ده مطبخ من المطبخ قلنا الوحدة اللي في النص ايه بصي عاملينها ايلند بس هما مستخدمينها مثلا لتخزين حاجة معينة هتلينا صور تاني هتلينا صور تاني هنتكلم على كل شيء دي وحدة مطبخ دي وحدة المطبخ ايلند ايه بس هو ما عملش الايلند فيها المتجاز زي الفكر الطبيعي لأ ده هو راح عامل وحدة اللي في النص دي فيها تشوين حاجة معينة وفي المطبخ وجميلة وزي الفل دي ممكن تنفع برضو ان انت تقطع عليها الفواكه والخضار ايوه بريبيرنج اريا ومن تحت حاطة فوط حاطة معايا لأحاطة بتاعها هتلينا هتلينا ده احنا جابين الجلد ده عشان امي اه عشان انا بحب الجلد هي قاعدت بتحب الجلد فلازم اجيب لأه ومطبخ صغير على فكرة محلو قوي عاملو ايه لشيه بحوض بتجاز والتلجة في الاول ناحية تاي هات تاني بقى هات تاني هات هات اه بصي بقى هنا واو 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 عامل الايلند اللي في النص راح عاملها اس واقعدين من ناحية واقعدين من ناحية اشان خاطر اه لو فيه اتنين هيذاكروا هنا واتنين هيكلوا هنا الكلام ده محتاج مساحة كبيرة جدا ان انا اعرف يعني الناس دي مركزة مع المطبخ تقريبا طول الوقت شفتي بقى شفتي بقى كلام دي محتاجة مساحة فعلا محتاج مساحة كبيرة يبقى لازم التصميم من الاول يبقى صح بالزلط والله لازم نصمم بيوتنا صح والله المهندس ده بيوفر عليك فعلا المهندس دره نوفر عليك ما هو لما هيعمل لك مطبخ كده عامل لك المساحة دي هو دي محتاجة لو تلاتة في تلاتة هيطلع مطبخ حلو لو اتنين متر سبعين في اتنين متر تلاتة وسبعين حطلع حلوة لقبيت الاجانب برضو عندهم بيوتهم دوبليكس اللي هو تحت بيبقى مهتمة اكتر بالرسيبشن والمطبخ وفوق قوض المعيشة غرف المعيشة وعندهم بيوت ستة وثلاثين متر واثنين وثلاثين متر ومعمول فيها هالحاجة هي الفكرة كلها ايه انا ممكن البس اميس وبنطلون اميس وبنطلون شوفوا 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 شايفين الصورة دي كمان انا ممكن البس اميس وبنطلون وغير يلبسهم وبعليوه حلوية هو هندم نفسه بس معملش فكرة من كده بصي هنا مطبخ صغار جدا ورح عامل ايه رح واخد فيه كرفات وحضن وتا هي وقفة الخطوط الحد اللي حواليها دي هو لا خلها كأنها جوه حضن جوه حاجة حنينة كده هي تبقى وقفة اصلا مستمتعة وده في علوم الطاقة حاجة كويسة جدا اصلا كمان بمناسم في علوم الطاقة هننتكلم علي علوم الطاقة في حال5 ونهاز اللي 11 وبل لايو شننتكلم عليها في حالق23 ثاني هتصور هتصور بصي بقى دة دهبي دي كنتي اي رعاك ولي الناس يلي بتحبي الدهبي انا بس اعيث اعيس ابيلي الناس انه في مدرسه اسمه ريد مدرسه اسمه جولد مدرسه اسمه وايت مدرسة الوايت دي مدرسة كبيرة جدا هت هتصور هت صدح اندي نتكلم عن او كله اهه المطبخ يلق me بصي ومفتوح هم بيعودوا في الليفنج مع المطبخ صح أنا مثلا قدام تليفجين محتاجي أكل حاجة بصي بقى الصورة دي أوضح دخل مدخل لقى الصفرة بيبقى في قبلها حمام كده عليك اليمين وبصي المطبخ بصي المطبخ ورق دي كبير ولما قلت لك ممكن يكون مفتوح هو مفتوح وراء كمان ممكن نعمل بيوت صغيرة ممكن نعمل بيوت صغيرة ورغم البيوت نحن بتاعتنا صغيرة ممكن نعرف نعمل مطبخ كويس إذا مفتوحه وبتاعه معرف موظفه اللي بيعمل ديزاين معماري لازم يكون أول حاجة بيعملها إنه بيبتدي يفرش المكان مش مش هرص عمدان مش هم أمسك سكنت البسموسة وزيو وزيو وليو وليو وعمل عمدان لأ المطبخ ده فعلا يعني 90% من الوقت بتقضيه في المطبخ سواء مثلا بتطبخ لولدها البيت هي بتحب الطبيخ لنفسها وحتى في رجالة كمان كتير بتحب المطبخ عاية فكرة أنا لعلمة مرات الطبيخ فلازم تلوى أنت مثلا رجل بتزبط بيتك أو بتعمله لازم تروح لحد بيفهم يكون دارس معمار مهندس معماري أو بتاع انتيريور أو مهندس ديكور أو مهندس ديكور لازم أهم حاجة أول حاجة المطبخ أو والله تهتموا بينا شوية المطبخ والحمام والليفنج وقوض النوم بالترتيب كده ده مهم جدا طيب إحنا بقى عرضنا صور مجموعة صور كده مش عارف لو فيه تاني ممكن نعرض تاني أنت بقى أمي البحاري تختاري إيه؟ تختاري إيه؟ أي مطبخ؟ عجبك إيه؟ أنهي جوة عجبك لا أنا عجبني أولي المطبخ المفتوح صراحة الأوروب 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 أوكي المطبخ المفتوح ده إيه لا؟ أنت برضو حتى لو في حاجة عندها بيبي عايزة ببشره قاعد بتفرج على التلفزيون بيعمل أي حاجة أنا مثلا بتابع مسلسل بتفرج على حاجة وفي نفس الوقت في المطبخ والتلفزيون موجود في الرسيبشن عندي فهيبقى وغير أن المنظر كمان العام بيبقى شيك جدا بيوسع المساحة بيديها وسع أكتر من حاجة مقفولة كده أربع حيطان هزهب هامل لبسرعة صحيح طيب قبل ما نطلع فاصل بقى سمحوا لي أقول لكم كده معلومتين بسرعة خالص لو سمحت أنت لازم تبع عارف أنت هتعيش إزاي أنت هتجيب ميد أو رب تمنزل في يوم من الأيام يبقى أنت هتعمل المطبخ بره وجنب قودة الميد وبعد كده البيت لو أنت اللي هتعيش في بيتك وانت بتحب توم تطبخ أو أمرتك توم تطبخ أو 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 خلي المطبخ بتاعك جزء من حياتك قريب من الحمام الرئيسي من ناحية قريب من المعيشة من ناحية بيخدم على الأقوض من ناحية لو أنت من نوع اللي بيصحب الليل ويأكل ويجوع وهكذا سلام عليكم تاني تجيب نالكو بعد الفاصل إحنا كنت أنا وابني أتكلم على المطابخ وإيه رأيك لو عملنا ركاب كده سريع للحلقة يا أمي إحنا اتكلمنا جماعة عن المطبخ وأهمية المطبخ وإن هو مملكة المرأة وقلنا يا جماعة إن المفهوم الخاطئ الدارج عن أي مطبخ مفتوح ده أنه أمريكا لا المطبخ الأمريكي هو الأايلاند واتكلمنا بقى بشكل عام عن إن فيه مدارس تانية للطبخ زي المطابة المدارس الأوروبية أو المدارس واتكلمنا شوية عن المطبخ المصري إن فيه جزء تجهيز أو ببنى سيرة المطبخ اللي هو المفتوح مثلا لو أنا عندي رخام وأحب أن أنا أستغل ده طب أنا إزاي أختار رخام يعني أنواعه أعرفها إزاي أو إزاي بصيبا الرخام الرخام المصري لو سمحت لا تحطوش في المطبخ ليه؟ لأن الرخام المصري بيتكل بسهولة من السكريات وعشان كده لو خدتوا بالكم لما كان عندنا محلات عصير أصب كتير أو في مصر كان يعملوا الكاونتر بتاعه كان يعملوا مزايكو وبعد كده بقى يعملوا رخام وبعد كده بقى يعملوا ستاني ستيل ليه؟ لأن الأصب بيأكل في الرخام إيه ده معقولة؟ بالذات المصري هو يأكل في كل الرخام فأنا أفضل إن إحنا في المطبخ نعمل جرانيت فيه أنواع بقى كتيرة جدا من الجرانيت المصري إزاي ما أنت عايزة حدث بقى ولا حرج عن الجرانيت المصري تمام؟ لكن أنا جات لي فكرة كويسة أو هي أميكو هو إحنا ممكن نوفر أو ندي للناس معلومة إزاي توفر في مطبخ بيتك أو في المساحة يعني؟ لا فلوس إزاي توفر في مطبخ بيتك فلوس في كل الأحوال الصورة اللي معنا دي ده نوع من الرخام ممكن يبقى فانتازية مثلا وممكن يبقى ميلي براون عامل القرصة تمام؟ رخام وعامل الحيطة اللي هي المسافة اللي ما بين الوحدتين رخام إحنا النهاردة عشان نوفر بقى في المطبخ بنعمل إيه؟ كده كده أنا بقول للناس ما تعملوش الحيطان سيراميك كلها لأن إنت هتركب سيراميك ومش هتستفيد بيه في حاجة ده من وقت نظر هنا على فكرة إحنا كلنا بركب كل حيطان المطبخ بتاعتنا سيراميك عمرك شوفت حد ماسك خرطوم وبينظف الحيطان ما بتحصلش هون بنظفوا الحتة بتاعت البوداجاز بس بنظفوا الحتة اللي بتتوسخ فليه عملوا بقى كله سيراميك وكلف تمام سيراميك أنا كده كده هجيب أسمنت وكده كده همحر المطبخ فمحر المطبخ ونركب المطبخ بتاعنا الوحدتين بتاعتنا اللي فوق واللي تحت أو اللي تحت بس أو اللي تحت والآيلند أين بقى مكانه والمطبخ اللي هنعمله ونعمل المطبخ كله دهانات مع عادة الحتة اللي ما بين الوحدتين ممكن نعملها سيراميك لوحدها وليكن مثلا موزاييك أو حاجة الرخامة بتاعتنا مش لازم أجيب الـ 35 أو الـ 40 أو الـ 60 متل كلهم سيراميك أنا وفرت 8 سيراميك وممكن نجيب بيهم حاجة كويسة في المطبخ حاجة جديدة في المطبخ ولو سمحتوا ركبوا جرانيت ما تركبوش رخام لإن الجرانيت بيستحمل أكثر وفي حاجات بقى جميلة جدا كاشمير والاسود الجلاكسي والـ double black على فكرة الاسود الـ double black اللي موجود ما اسموش زمبابوي ما اسموش اسود زمبابوي عشان كل مصري بتقول نفس المعلومة الاسود الزمبابوي ده بـ 5000 جنيه متر اسمو اسود اندونيسي علشان الناس بعرف المعلومة الصحيحة نبي معلومات كتيرة جدا كنا فهمينها غلط وعارفنا الاسود السادة ده طيب حلو بقى اعملوا حسابكو على حتي في اسود صيني ده رخام مصري مينيا أو حاجة خدته الصين سبغته عملته اسود ده من أسوأ الأنواع اللي رخام محدش يكيبه خالص ليه؟ هو بفرق ميت جنيه وميتين جنيه عن الضبل بلاك اللي هو الأندونيسي وبفرق ربعمائة جنيه عن الجالاكسي الجالاكسي ده هو فيه بوتش دهبي أو فيه بوتش الساعات بتسمى جي دابل وفورتين وأنا معرفش جي دابل وفورتين يعني أفضل نوع من أنواع الرخام هي الجرانيت 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 بقى المصري غزلان فرسان فردي زي ما انت عايزة عايزة تعالي شوية كاشمير عايزة اسودات والليسود بيليأ على كل حاجة طبعا اه لسود بيليأ على كل حاجة حسب بقى انت عايزة اسود سادة يبقى اسود اندونيسي لو ما يبقى عليه اسود زنبابو طيب بالنسبة للشفوت زي برضو اختار الشفوت للمطبخ بتاعي هو مطبخ صغير او مطبخ كبير هتفرق اه طيب بصي بقى بصي بقى المطبخ الصغير له حلول كتيرة جدا في التصميم بتاعتها وفل 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 زي التوفير اللي انت عامله ده الديزاين بتاع التوفير ده انا انا شايف ان هو مطبخ صغير وشكل وشيكون مرتب جدا كل حاجة مكانها بس بس ده حلو او ما هو ده اللي احنا عاوزين نوصل للناس السوار لتجميل الديار تجميل الديار في حد ذاته ده هدف لازم نوصل له مش لازم ادفع دم قلبي عشان اعمل مطبخ على فكرة المطبخ ده مش غالي مش هيكلفنا كتير بس انا ممكن اعمل حاجة بسيطة بس تكون شيك انت عارفة جماعة السوريين عارفة جماعة السوريين بيعملوا ايه اسكية جدا يعملك كذا والجماعة شوام بشكل عام يعملك كذا صنف اكل يعملك كذا صنف اكل الكوبيبة ومعرفش ايه و ايه و ايه و حمص و كذا نوع صلطة و كذا و كذا و كذا فانت المنظر قدامك رغم ان هو ما عملش كميات كميات سوية اه ما عملش كميات كبيرة لو سمحتوا بما ان احنا عاملين حملة اسمها السوار لتجميل الديار شاركونا فيها اللي عاوز يجمل بيته يقول لي كلمنا بس و انا هتلاقيني عنده و بقول له والله يعنايل اتنين هعملك الحيطة ديت هقولك تعملها ازاي وببساطة شريدة جدا اقولك تجيب تكلفتها ازاي ولو عايز صناعية اجيبهم لك تكلفة الحاجات دي تبقى بسيطة خالص انا مش اقعد فلوس ليها مقابل ان احنا بيوتنا تبقى حلوة بيوتنا تبقى جميلة و في ناس على فكرة كلمتني و اللي بيوافق ان احنا نصور معاه احنا منصور معاه ايه اللي بيوافقش طبعا احنا بنحترم ده جدا يعني جدا يعني يعني انت مثلا ممكن حدا عايز يعمل ديزاين واعيز وريك بيته انت ممكن تروح تصور عنده طب حلوة ده جدا يعمل ظهرية التلفزيون دي عنده مشاكل في الطاقة في البيت يقول لي وانا روح اقول له والله اقلب التسيديو ده هنا اعمل ده هنا اعمل ده هنا حلوة ده جماعة جدا يعني لو حبيته جاهزين والله مثلا تختاروا شركة اختيار لتصميم اي حاجة مثلا في البيت انتوا عايزين هتصوروا معينا وتطلقوا معينا في الحلقة وممكن الحلقة كمية تتعمل عندك في البيت وباش مهندس احمد ده هيبقى معينا ان شوانا المطبخ مليان حاجات كتيرة ايمي مليان مليان شفاتات واكسسوارات ورخام وفيه ايتمز كتيرة جدا ممكن الكلام على كل ده لو تريدها يلا يا محمد تعالى شارك يا محمد يا السلام سلام عليكم اه نصور عنده في البيت اه لأ ده اه طب كويس طب قلت يا جماعة في حد هنا معانا في الجماعة هنا اول بعد الحلقة انا طلق اعمل له الشو انا موافق يا محمد هنا يا حبيبي السلام والكاميرا ما انشاور لي انا موافق والله وايمي كمان بتخبطني يا كله يلا كلك انا موافق كلكو يلا الاكسسورات بقى بتاعت المطبخ لو سمحت لما نقيها ننقيها تشبه المطبخ يعني لو انت المطبخ بتاعك مثلا اخترت دهبي اللي انت اخترتي ده اللي انت حبيتي ده لا سمحت لدي الاكسسورات دهبي لو انت في حاجة مهمة عايز اقول لك اريحة هي اكسسورات المطبخ مفهومها بالنسبة لك ايه هي المقابد والحاجات دي بس ولا انت بتوقعني في حاجات تانية لا اكيد في حاجات تانية زي ايه بقى اش عارف او انت احنا بقى كده امي امي شكلها بتخلش احنا مش نعملك المطبخ امي على فكرة دي المعنومة بقى اللي احنا عمل الصلاة لا المطبخ الجديد شور انت اللي اتعمله لي لا اناية 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 ازاياتة واحدة الزيت ازاياتة دي اسصور مفسور المطبخ المطبخ ايه دي اسصور مفسور مفسور ماطبخ كماليات الممكن النهاردة فيه لد بيتبيع جاهز ينور وحدة المطبخ اه لازم فعلا نعرف الاداء كمان ان الاداء تبقى مهمة جدا بتعامل مع سكينة بتعمل مع حاجات حده بتعامل مع البوتاجاج فلازم في حاجات كتير في المطبخ حبة شايكة عليها لازم يكون فيه إضاءة المطبخ دي تكون إضاءة عالية بس شفت إحنا وصلنا لإيه وصلنا للديتيل بتاع أنا عاوز أمور قوي علشان أشوف أنا عاوز المقبض دهبي عشان أنا اخترت اللون الدهبي أو أنا اخترت أحمر فهجب الاكسسوار بتاعي معرفش عامل إزاي بس في أهم ما بعمل ده إن لازم أنت بتصمي المطبخ دي بعرف أني لما تفتح الفرن كده إن أنت محتاجة 120 سنتي ما بين الوحدة دي والوحدة دي لو أنت عندك المطبخ وحدتين وحدة هنا وحدة هنا محتاجة بينهم على أل 120 سنتي عشان تريد تفتحي المساحة وتوطي وتشوفي الفرن وبتاعي دي دراسة بقى دراسة السنتيمتر دي ما دي دراسة المهانس فياريت بقى من روبة نظر أنا نوصل لمرحلة المصمن نوصل للمصمن بلاش يبقى ثقافتنا الدلعيش لخبازه وخبازه هو المهندس المتخصص على فكرة النجارين المصريين بتوع الألمونيا المصريين من أحسن الناس في الوجود ومن أحسن الصناعية في الوجود هم أحسن الصناعية في الوجود بس فيها حاجة تانية خالص اسمها تصميم معنا مين قلتلي؟ يا سلام صديقي البشوانس محمد عثمان إزايك؟ أعلان أعلان بشوانس محمد عثمان إزايك؟ حبيب قلبي والله إزايك؟ وحشنا كثير خبيب والله إحمد بيك طيب بصي بقى إيمي أخدها عن إيه ولا تعرف إيه؟ آه أنا عايز أعرف التفاصيل بمنام المتكلم على التصميم عايزين عايزين قولينا يا محمد أنت كراجل من عماري فكرت إزاي؟ الكونسيبت والحاجات دي فكرت فيها إزاي؟ آه والله هو المشروع طبعا لما أو صورتك يا محمد وإنت بتاخد الجايزة من ناسيات المحافظة حبيب قلبي قول بقى كونسيبت لما المحافظة طرحت المسابقة أيوة آآ تصميم نصر تسكاري لشهداء الجيش والشرطة والشعب من أبناء محافظة أسيوك الله أرحم الجميع فتم اختيار الميدان وهو اسمه ميدان أنطر جديدة وهو من أكبر ميادين رئيسية في المحافظة آه وبيقع بين ثلاث محاور حركة رئيسية فلذلك كان كل توجهنا المعماري إن احنا نعمل آآ ثلاث محاور دي آآ هتقولنا الكتلة بقى هتقولنا الكتلة ده أنا كده بدأ تفهم أنا شفت الكتلة يا محمد هتقولنا الكتلة هي الكتلة آآ ثلاث كتلة رئيسية آآ كتلة الوحدة منهم في شكل يعني مستوحى من المسلة الفرعونية آآ قريب من فاحته ورفاية من فوق مسلوبة إن شاء الله في جهل التأكدير كمان يا محمد الثلاث كتلة دول متخاطعين مع بعض فوق في كتلة شفه الهرم المقلوب كده آآ مشافة سباة دي مسلوب لأسفل نسبة للهرم المقلوب يعني آآ ليه آآ عشان يعمل توجيه أيو عليها تلات رموز تلات شعارات شعار محافظة أسيوت وشعار الشرطة وشعار الجيش طبع عشان أحسن زود رؤية اختارنا الشكل المتجسفة من العلوي ده آآ يكون مسلوب بنسبة ميل عشان أعضل وأنا ماشي في الشارع أشوف اللغو من التلات محاول رأسية اللي تقولت عليه شكل واضح يعني آآ روع طبعا كل كل كتلة من دول هي معبولة برعا قطع جزئين جزء علوي من الحجر وعليه من ناقش كوفي كده زخروفي رمزا يعني اللي أسماء الشهداء زي بتاع أستاذنا العظيم سامي رافع لأرحمه اللي موجود في نظم التسكاري بتاع رئيس السادات بالضبط بالضبط وجزء التلت تسوف ليه برعا كتلة من الهرم هرمية سودة مسلوبة آآ دي اللي بيتفاكز عليها الجزء العلوي العلوي ومكتوح فيها قرش دوران مستوحة من شكل الاناطر اللي هي قطع مهر النيل هناك فيها اناطر الجديدة معبولة وده مضل على الاناطر الحالية دي موجودة في اسيون الجديدة اللي بتعاملت دلوقتي منافسة وتم افتتاحها بالفعل ايو 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 فلذلك الشكل برضو انا حبينا نربط سويا بين المكان والتصميم فاستوحينا شكل القرش الدوران ده كشكل مستوحة من الاناطر نفسها اقدر اعبر من داخل الكتلة الضخمة دي طب احنا احنا نقدر يا محمد نصنف ان ده علاقة ما بين الدايرة والمسلس صح كده ولا انا ولا انا والله مظهوط يا فاني مظهوط اسلام احمد دي والله والله من فوق هو ميدان دائري بالكامل والثلاث كتل دول في شكل المسلس فعلا وبيربطهم ببعض جزء دائري آآ الصورة دي اوضح بقى محمد ببين الثلاث محاور دي تقولت عليهم فعلا هم تمام يا فاني الثلاث محاور والثلاث كتل دول بيربطهم كامرة دائرية مكتوبة عليها الآية القرآنية ولا تحترانا لدينا خضر كتبية اللهية امواتا بل احياء عند ربهم بل احياء عند ربهم يرجخون وقررت الثلاث محاور الرؤية ربنا ارحم شهدانا بشوانس محمد واحنا مشكرين والف مبروك الجايزة ودايما في تقدم ودايما جوايز واشوفك على خير بقى عشان بالكتير في فتكش شاكري اتمنى يكون في فورس قريبة يالله يا حبيبي يالله اراكا بخير السلام عليكم طيب ألف مبروك طبعا المهندس محمد واحنا شوفنا الجوايز اللي اخدها وشوفنا يا جماعة المهندس المعمالي لما بيفكر بيفكر قال لكم انا عامل هرم مقلوب علشان خاطر وجهة نظري كده انا عامله سلاسي الابعد عشان ثلاث محاور رأسية عملت الدوران ده عشان الاناطر فاصل تجاهد لكم بعد الفاصل وضفنا وضفكو الكريم الدكتور اهاب الطوخي ازاك يا دكتور؟ منور وكمان المهندس المعماري المهندس طارق الاتريبي ازاك يا بشمهندس بصوا انا عشان اقدم بقى الدكتور اهاب وقدم البشمهندس طارق بصراحة يعني الكلام المكتوب انا اكفي اقول لكم ان هو مشرف الدكتور اهاب الطوخي اه استاذ مدرس بدرس نحت في كلية فنون جميلة وهو خبجة فنون جميلة قاس من احت 2001 جوايز بقى حدس ولا حرج يعني لكن عشان نعرف الدكتور اهاب الطوخي ببساطة شديدة جدا هو صديقي انا مش هيقل نورتنا يا دكتور نورتنا بشوان انا تخين حاجة ترجع لك انا تخين انت عارف ان انا لما دخلت المعرض عيط انت عارف المعلومة دي كلمنا بقى عن المعرض انا سيبك انت اتقول لنفسك فيه بقى هو فيش ببساطة شديدة هو يعني انا من الناس اللي بحب اشتغل بكونسبت ومعين يعني اه فكان الهدف بتاع المعرض ده انا انا شايف ان فيه مشكلة بالتقبل الاخر ان احيانا الاخر ما تقبلش ما تقبلش مثيله يعني 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 علاقتي بالاخر هو شايفني ازاي وانا شايفه ازاي هو بيعملني بقى انهي منطق بيعملني بالثقافة بتاعته وفي نفسه اتقبل الزات انهي زي انا اتقبل نفسي فبدأت اشتغل على الموضوع ده فبدأت مثلا ان احنا عندنا مشكلة ان احنا ما بنشوفه حد بنحكم عليه انه هو سيه مثلا تخين انه هو قروي انه هو صنايعي صنايعي اه بالضبط كده انه هو طفل فكل الحاجات دي بتخبط في حاجاته بتكسر في نفوس يعني فبدأت اشتغل عليها وانا كحد نحاد بدأت كالعب على كونسبت ان انت الكتلة ازاي فمفيش قدامي غير الكتلة البشرية اه الفات يعني وبدأ اشتغل عليها وكان موضوع صادم شوية ان الناس جاية المعارض على اساس انه يتفرج على كتل الناس فات يعني وفي اوضاع سكتة وسكنة وده فجملة والعكس تماما ان التمثيل كلها تقريبا او اغلبها واقفة على نقطة واحدة اللي على عجلها واللي بيرقص والنازميه وغير رشيط انا رغم ان انا تخين انا ان انا انسان يعني انا قادر ان انا احب العب اتنطة كل حاجة واللي طاير باحلامه غير تجربة الهولوجرام برضو كان معنا فريق اعمل الجميل فيه يعني وهو ده الكونسبت الموضوع طيب احنا هنزل فيديو دلوقتي علشان خاطر نتكلم عنه عشان ده من وجود نظر انا نقلة في النحت في فن النحت بشكل عيد ايه رأيك نزلونا الفيديو طيب اهو ايه ده يا عم طارق لتعملها ده يعني فكرة من افكار الهولوجرام هو دي كزا طريقة للتنفيذ يعني فدي من الطرق البسيطة بتاعته هي الفكرة مش جديدة يعني مش مستحدثة هي فكرة ترجع حتى لوقت قديم قوي كانوا يستخدمها في المسرح اه اه ان ازاي هو يظهر شيء مش موجود في الحقيقة قدام الناس اه تمام فهنا احنا طبعا الفكرة بس كانت استخدامه لعرض التمثال متحرك فوسط المعرض يعني نفس شكل الفيجور بتاع اللي هو النحت الرقمي تقريبا اه بالضبط كده نقدر نسميه نحت الرقمي ونعمله اني ميشن بقى فحبينا ان احنا نحط كده يعني اكشن بيعمله الشخص ده الفيجور اللي تخين ده اه احنا هنعرف صور دلوقتي تاني برضو من المعرض والدكتور اياب برضو قلنا يعني بعض المنزج اللي عجبتنا كده دكتور اياب هيعرضوه لنا دلوقتي طبعا وهو استخدامات تانية مش مهندس اكيد اه طبعا هو يعني اعني انت عامل قبل كده في مجالات معمارية وغير معمارية يعني بس احنا هنا للفكرة ان احنا حبينا نستخدمه في المعرض الفني الكونسط يعني التماثيل طريقة الحال ثابتة فاحنا حبينا ان يبقى فيه شيء متحرك طيب من قدر نتكلم على العمل ده دكتور اياب لأن كل الأعمال اللي في المعرض كلها قيمة على فكرة إن في حد تخين وزي أحرا قلت مرة البلونة بتطير منه مرة راكب عجلة فعنده اتزان أنت كنت عايز توصل إليها والله هو كل تمثال الحدودها بتاعته اللي هي بتلمس في الكونسبت الأساسي بتاع المعرض فما قلنا هنشتغل على الهولي جراملس اشتغلنا على ثلاث أعمال ثلاث أفكار يعني الصياد اللي هو بمفهوم الرزق هو اسم العمل الرزق وفيه الرقص إنه هو الاتزان بقى إنه نوع أنا بقى رفقص بس هو الهدف من وراء التمثال بتاع الرقص ده مش إنه هو بقى رفقص هو المسج من وراء حتى الكونسب بتاع التمثال المكتوب إنه هو الإنسان على قد ما هو أحيانا بحيث إنه هو مقايد بتقافة اللي حواليه فبتلاقي بطبيعة الحال في ناس بتضايقوا بالتنمر وبالكلام اللطيف بتاع الناس فهو مع الشخص ده غير إنه هو يرقص ويتباهى وما يبينش للأشخاص المتنمرين دول إنه هو تأثر بالكلام ده فأنا جايبه بفضل إنه هو راقص جدا وخفيف جدا وعن نقطة التزان واحدة وواقف بيدور على إيده نحلة ضبوره بتاع زمان ده وعمل لونه أحمر يعني ملفت جدا يعني وده كان من ضمن الحاجات برضو اللي كنت أقصدها إنه أنا أخلي الألوان بتاع التمثيل لونها موبيل يعني الحمد لله كل الناس اللي دخلت المعرض بيوصل لهم الكونسبت وفي نفس وقت بيحسوا بهجة يعني بيحسوا والمارد ده موجود فيين موجود في قاعد ضي في المهنسين في شرع الأحرار 14 شرع الأحرار وهو قائم لغاية يوم 31 عشرة وعملين حفل ختامي يوم 30 وجايبين حد جميل فلون جميلة بس بس ديكور عزف كمان عمر درويش نقفل ده ونتكلم مع الجمهور نحن لازم نتنورونا عمر درويش أنا رجأ زمان عزف فراية من الناس الجميلة يعني بس من الناس الجميلة أو سنة فنون جميلة دايما سيرة كويسة بالنسبة لنا عشاننا فنون جميلة صراحة قسم عمره حلقة كويسة جدا الأعمال بتاعت الدكتور أهاب الطوخي احنا ننزلها لكتاني النهاردة على الصفحة والتمثيل وهنتكلم عليها تمثال تمثال تقروا الكلام المكتوب لو سمحت تزوره المعرض شكرا يا إيمي قطر خيرك على حلقة النهاردة دايما متعلقة ودايما نجمة ودايما روحك حلوة بر الهوى وجوه الهوى تسلام يا رب يا خمي أصدقائي العزاء دكتور أهاب الطوخي أخوي وحبيبي وصديقي المهندس شرفتونا ونورتونا شكرا عليك هديف بس حاجة صغيرة آه طبعا شكرا إن الهولوجرام دا كان عمل مشترك يعني فيه تيم اللي عمله مش أنا الوحد زي الفول طبعا كان معي عمر القاضي وهيب القاضي أخته ويارا خفاجي دول فري العمل اللي عمل 3D موضي النفس اهنا متشكرين لكو جدا يا أهلا القاضي الكرام شوفكم على خير استنونا في العادة ستجين إن شاء الله استنونا في العادة النهاردة وعلى اليوتيوب وتابعونا على الصفحة وتابعونا على اللايف نهاردة الساعة عشر بالليل ومحتملنا على اللايف دولئتي سلام عليكم